الدورة التاسعة إيضاح الرسالة الدرس الرابع كثير من الناس يفقدون حياتهم بسبب الدين الذي يتبعونه أكثر من أي سبب آخر في هذا العالم كيف يمكنك أن تخبرني إذن أن اتباع الدين هو أمر حسن؟ ربما سمعت هذه العبارة عدة مرات كيف تستطيع الإجابة على هذا السؤال؟ الأسلوب الأول الذي نريد التحدث عنه هو استخدام الحقائق يمكنني أن أستعمل الحقائق في الدعوة لإقناع الناس بالإسلام يمكنني استخدام الأرقام والإحصاءات وأول شيء سأفعله هنا هو الإجابة بالحقائق لأن هذه العبارة في الواقع غير صحيحة الكثير من الناس يقولون ذلك دون التفكير فيه لكنه مخالف للحقيقة في الواقع الدين ليس المسبب الأول لموت الناس وليس السبب الأول وراء الحروب كذلك إذا قمت بحسابات بسيطة ستعرف أن معظم الناس يموتون بسبب نزاعات حول الأراضي والأقاليم والمال وغيرها من النزاعات ومحاولة التغلب على بعضهم البعض من حلال السياسة والحروب الأهلية وليس لأسباب دينية كما يظن الكثير في الحرب العالمية الأولى تقدر الوفيات بحوالي 20 مليون شخص مع 21 مليون جريح بينما لقي 75 مليون شخص حتفهم في الحرب العالمية الثانية وتسببت حروب نابليون في وقوع ما يقارب من ثلاث ملايين ضحية أما الحرب الأهلية الروسية فقد نتج عنها عشرة ملايين قتيل وعلى هذا المنوال مات الملايين والملايين من الناس وكان الدين بريئا من هذه الحروب فقد كان هناك آيديولوجيات كثيرة متسببة ولكن لم يكن للدين أي علاقة فيما يخص هذه الحروب وهذا يعني أنه حتى لو نظرنا إلى الحروب التي يفترض أو زعم أنها بدأت بسبب أمور دينية سنجد أنه لم يكن الأمر بسبب الدين فقط بل كان هناك دائما عامل آخر وراء ذلك القاعدة الثانية هي أن عليك أن تبدأ دائما بأبسط تفسير كداعية ستحضر أحيانا درسا تنهل منه الكثير من المعلومات المفصلة وعندها ستظن أنه يقع على عاتقك أن تشارك كل شيء بالتفصيل مع الناس فينتهي بك الحال إلى تقديم شرح طويل للغاية يجب أن تبقي الأمر بسيطا دائما حتى يتسنى للشخص أن يندمج في حديثك وتكون محادثة مثمرة الأسلوب الثالث في الدعوة هو شرح الصورة الأكبر للناس أولى دعهم يفهمون ويتمعنون الصورة الأكبر لأنه بمجرد فهمهم لها كل شيء آخر سيكون منطقيا دعونا ننظر إلى بعض الأمثلة المتعلقة بالحصول على الصورة الأكبر قال شخص ذات مرة لماذا لا يظهر الرب على التلفاز ويتحدث إلينا مباشرة الآن الصورة الأكبر هي أن الحياة اختبار لكم بأن تؤمنوا بالله دون رؤيته فإذا رأيته فأين الاختبار إذن؟ زميلة لي في العمل سألتني ذات مرة هل تعتقد أن نبيكم ركب حصانا مجنحا وقام بالتحليق معه؟ إنها تحاول التحدث عن البراق ووجدت أن ذلك غريب لأنها إذا كانت تعترف بوجود الله فمن غير الغريب أنه قاتل على خلق حيوان مثل البراق لذا فمن غير المنطقي طرح هذا السؤال كشخص يمارس الدعوة عليك أن تعلم أنه عندما يسألك أحدهم سؤالا غريبا هذا يعني أن هناك أمرا ما وراء السؤال وعليك أن تحقق فيه أكثر فسألتها هل تؤمنين بوجود الله؟ قالت لا فقلت هذا هو الجواب الذي يحل المشكلة يبدو الأمر منطقيا الآن لأنك إذا كنت تؤمنين بالله الذي خلق السماوات والأرض وخلق كل هذه الحيوانات الأخرى أليس بقادر على أن يخلق هذا الحيوان المختلف؟ بالتأكيد يقدر